علي الهادي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله تباركين بلاذة الإمام الحجة وجعلنا الله من أنصاره وعوانك إن شاء الله إن شاء الله حياك الله إيه إيه ولكن ابتعد عن التلفزيون لأن صوت جاي يجي منعكس جاي يشوش عليك ابتعد عن تلفزيون نتكلم معاي موظفي بغداد فضل موظفي بغداد إحنا موظفي قطاع فالكومي الشغل معنا محدد نعم محدد من من 9.5 إلى 12 فهو الدرام بسمي من 8.5 إلى 2.5 الرسمي من 8.5 إلى 2.5 إلى 2.5 ولكن أنتو ساعتين ونصر طلعون إيه يعني إحنا ما نطلع نبقى بالجائرة زين إيه بس هذا الفتا يعني عدنا من اللي 8.5 إلى 9.5 هذا موظف جمعة عدنا من 9.5 إلى 3.5 يعني هذا ما عدنا عمل ما عدنا تكليب بي بني فأقول هاي المدة يعني إذا واحد يرسل يقضي لشغل يعني بعلم الإدارة أو بدون علم الإدارة موافقتهم أو بدون موافقتهم بس هو رسميا يعني إحنا مطالبين بعمل بهاي المدة واضح واضح أخ علي الهادي واضح حياك الله حياك الله الأخ علي الهادي يقول إحنا موظفين في قطاع حكومي ودوامنا الرسمي من 8.5 إلى 2.5 يعني 6 ساعات ولكن إحنا عمليا يقول عمليا 9.5 إلى 12 يعني ساعتين ونص من 6 ساعات ساعتين ونص تقريبا ثلث المدة ثلثين ما عدهم شغل بس ثلث المدة يقول نبقى بالدائرة ما عدنا شغل عمال نقدر نروح من نام نغطي شغل لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك ليش لا يجوز ذلك استمع إلى برنامج كان عدي الأمس على قناة كربلاء فيما يرتبط بحدود وظيفة الموظفين في الإسلام حدود وظيفة الموظفين في الإسلام بينته وبينته على أنه أنتم أجراء والأجير لا بد أن يؤدي عمله ووقت الأجير ليس ملكا له الأجير لا يملك وقته لما أجيب واحد عامل الصبح عامل بنة عامل شغل من ساعة سبعة للثلاثة وقته مو إله وقته إلي لأنه جاء أنطيه فلوس أملك وقته باستثناء الصلاة والغدى البقية هو وقتي ما لي ما يجوز أن يشغل نفسه بشيء آخر والموظف أجير يأخذ أجر ويأخذ راتب ما عندي شغل قاعدة غفي أقعد وغفي شغلك تبقى في مكانك أما تطلع تروح منا تروح منا هذا ما يجوز سواء المدير قال لك أو ما قال لك لأن المدير نعم أكون نظام إجازات الزمنية إجازة الزمنية ما في مشكلة هذه محسوة عليك ولكن أنه والله المدير يقول يالله روح وتروح وتكذا لأنه هو المدير يحابي هذا أيضا ما يجوز واضح ابني أبو نرجس تفضل هذا السلام عليكم عليكم السلامة الله سيبين شوانك شوان صحيح حياك اللعيني بارك الله بيك مولاي أنت بالنسبة شغلة الخمس يعني أنا جاي أخمس يعني كل فرح نعم ومولاي وربيك يعني حالة يعني تعبانا وهي من زوجها بل زوجها ما يصبح عليها نعم تزوجها ما يصبح عليها نعم نعم واضح ابو نرجس حياك الله واضح أبو نرجس يقول الخمس أنا كل سنة أنطي خمسي وأختي ضعيفة الحال وإن كان عدها زوج ولكن زوجها ما يصرف عليها وهي ضعيفة الحال هل يجوز أن أدفع جزء من الخمس إلى أختي الجواب الجواب إذا كان الزوج إذا كانت أختك ضعيفة الحال وواقعا ضعيفة الحال مو أنه تريد أشياء كمالية لا تريد أشياء ضرورية ما عدها ومتدينة متدينة ماكو إشكال أنطي خمسك إلها أنطي جزء الخمس إلها ما في مشكلة حسين علي حسين تفضل علي حسين ابتعد عن التلفزيون علي حسين عليكم السلام ابتعد عن التلفزيون تفضل عين تفضل بعد لو مولاي المسؤال على والدي والدي متوفر في تقريب صار لبن عجل سنوات بني وقبل لأصير أنا عنده فرس مشتريها قاعد الوصول وليها نص هو ممارس فرس 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 حسين حسين من كانت وكل خير جمعا مشتريها هو الحجية هذه بالنص حجية عده وهو عده ومتمر رضا في الفرس مات الفرس صار يبيحها آه باع والله من باحة تم رضا في الفرس وباحة قدل ثلاث دينار نعم مدل باحة قدل ثلاث دينار وزاهمية لرعيتها جهزا نعم لرعيت لرعيت الفرس شنو لا وزا الزوس جسم من بالنص ألف ونص لرعيت الفرس زين الزين 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 قالت لأنا ما أريد أريد الفرس الضينيها عجلة قالت لأنا ما أريد الفلوس وهو بتكفل لها العضاء أي أي هو بالعضاء الزين أنا ما أقول وفرس من المات وإن تحصتها هو إلي بني أتى هو المرس وأنا ما أمتاح بهذه الزال حياك في المنازعات ويقول لأنا عليه حال ما مقصر هذا يحتاج إلى شنو إثبات إثبات هذا الأمر أما أنت ما مرتاح عليه حال إن شاء الله الله يريحك وهذه القضية بين الشريكين الشركاء لا بد أن يظهر أو يتبين إلى شريكة الأب أنه والدك أمين والشريك أمين الشريك أمين ما يخون فما إله حق أن تقول تعال أنت خائن وأنت بقصر ما تقدر هذا الشيء أصلا فيعطيه حق لأشكاله في ذلك وهو الـ 1500 يفعل هي